مشاهد الكرام والحديث أكثر عن الموقف الوباء ينضم إلينا الدكتور أحمد رجلي عبدالله وهو أستاذ المناعة بكلية الطب الجامعة العراقية مرحبا بك دكتور كل عام وأنت بخير وشكرا على تلبية الدعوة سؤال بسيط وباختصار كيف نحارب كورونا اللم يكن باللقاحات مساء الخير وكل عام وأنتم بخير والشعب العراقي بخير حقيقة يعني خلينا نبدأ بمسألة مهمة جدا معرفة كورونا بمعنى معرفة ماذا يعني الوباء هو أول بداية وكنا نعرف أن فصل كورونا في 2021 متكون من موجتين رئيسيتين الموجة الأولى تبدأ من شهر اثنين وتصعد الحالات إلى شهر ثلاثة أربعة والآن خمسة تبدأ بالهبوط إلى حد بداية السادس هذه الموجة الأولى الموجة الثانية في فصل كورونا 2021 المفروض تبدأ من شهر عشرة وتصعد الحالات إلى شهر دعش ومن ثم شهر اثناش وتنتهي في الواحد هذا الدرس الأول اللي تعلمناه في فصل كورونا وشفناه في 2020 والآن نشوفه يتكرر في 2021 هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي الانتزام بالإجراءات الصحية هذه مسألة مهمة جدا كون العراق ليس بريطانيا وليس الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى لن نصل إلى أعداد تلقيح تجعلنا قريبين من المناعة المجتمعية والمناعة المجتمعية بتعريفها البسيط أننا نلقح 60% إلى 65% من الشعب العراقي في ذلك الوقت نقول أننا وصلنا إلى المناعة المجتمعية وبالتالي الوصول للمناعة المجتمعية يجعل الحالات تكون قليلة جدا وهذا ما هو مؤمل في الموجة الثانية في شهر عشرة بدينا الآن بالتلقيح وصلنا حوالي 400 ألف طبعاً يعني ما أعتقد 400 ألف هو المطلوب المطلوب إحنا على الأقل في الستة أشهر القادمة نصل لحوالي مليون إلى مليون ونصف إلى مليونين شخص حتى نستطيع أن نحاول نسيطر على الوباء في العراق بالتالي مثل ما قلت حضرتك اللقاح هو العلاج الحقيقي والذي لحيد فعنا باتجاه أننا نستطيع مقاومة هذا الوباء وإن شاء الله ننتصر على نعم دعني أرحب بك دكتور أحمد رشدي من جديد في النشرة الرئيسة وشكراً لك على تلبية الدعوة دكتور أحمد الخوفات من اللقاح هل له علاقة مباشرة في عدم أخذه أو عدم الإقبال على أخذه وهل سجل في العراق أي أعراض جانبية عن اللقاح خليني أرد من السؤال الثاني عادة اللقاحات بيها تأثيرات جانبية والتأثيرات الجانبية عادة أن تكون بسيطة تكون هناك درجة حرارة ممكن بعد درجة الحرارة يكون هناك ألم بالمفاصل ممكن أن تحدث حالة من الصداع هذا كله بعد ثم ساعات من أخذ اللقاح إلى حد 12 ساعة ممكن أن نلاحظ وهذا طبيعي جداً كون أنه مناعة الجهاز المناعي في الجسم يبدأ يتحسس لوجود هذا الجسم الغريب اللي هو اللقاح لكن النقطة المهمة في موضوع اللقاحات أن اللقاحات تحتاج إلى حملة حقيقية للتوعي المشكلة يبدو لي أنه لم تستطع وزارة الصحة خلال الفترة السابقة من أمل حملة وطنية للتعريض بالتلقيح وأهمية التلقيح وما هي اللقاحة وكيف تأخذ هذه اللقاحات واعتمدنا على المصادر اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها الغطو السمي واللي ممكن يتكلم من الشرق ومن الغرب ونظرية المؤامرة للأسف الشديد يعني نظرية سهلة للعقل وسهلة لقبولها وبالتالي أثر كثير في مسألة أقل اللقاحات لذلك أنا أعتقد القيادة الجديدة لوزارة الصحة أتمنى أن يكون هناك خارطة طريق واضحة لها يكونون شركاء بها وزارة الصحة الحكومة العراقية والشعب العراقي حتى نستطيع التخلص من الوباء بأقصر وقت ممكن خلينا لا ننسى نحن والوباء فرسيري هان يعني بالتالي التلقيح مع الوباء يجب أن التلقيح يسعط الوباء لأن حقيقة ستكون هناك مشكلة إن لم نستطع أن نحاول قدر الإمكان أن نزيد عدد الملقحين في العراق لأنه ممكن جدا وهذا وارد وعلميا وارد أن يتوطن لا سمح الله الوباء وبالتالي قد وأقول قد في نهاية الأمر نجد سلالة عراقية لا سمح الله ممكن أن يتأثر كثير لذلك التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح حتى نستطيع أن نصل إلى المناعة المجتمعية التي إن شاء الله نقضي بها على الوباء طيب دكتور التخوفات من كورونا متحورة عراقية ماذا عن الهندية دكتور؟ مخاطرها أين تكمن؟ بسرعة الانتشار؟ ما هي كورونا انتشرت في العالم كالنار في الهشيم؟ أم في أعراضها التي لا سمح الله تؤدي إلى الوفيات في بعض الأحيان؟ هو الاثنين السلالة الهندية حاملة للطفرتين الطفرة الموجودة كانت في السلالة البريطانية والطفرة الموجودة في السلالة الجنوب الأفريقية والسلالة المراسلية وبالتالي الطفرتين هي طفرة زيادة العدوى أو سرعة انتشار العدوى والمسألة الثانية هو شدة الإصابة وبالتالي لدينا مشكلة حقيقية والعراق حقيقة يعني قام على الأقل بإجراءات أولية لهذا الموضوع لأن هذا الموضوع خطير جدا دخول السلالة العراق الهندية لا سمح الله إلى العراق يعني لحي أدينه كثير خاصة أنه عدد الملقحين ليس كبير خلينا ننسى في الهند عدهم أصلا هما أسترازينيكا عدهم هناك شركة هذه الشركة هي مسؤولة على إنتاج أسترازينيكا الهندية اللي يسموها كوبيشيلد وهذا بالتالي لحي يساعد كثير في مسألة توفير اللقاحات لعدد كبير نحن نتكلم عن الهند اللي هي مليار وربع يمكن أكثر من مليار وربع رمبا ما وصل إلى مليارين يعني فهناك مشكلة كبيرة في عداد الإصابات وبالتالي نحتاج تحتاج الحكومة حقيقة احنا نحتاج كعراق نحتاج هيئة وطنية للأمراض المعدية هذه الهيئة الوطنية للأمراض المعدية وظيفتها الكشف المبكر عن كل الأمراض المعدية أو مسببات الأمراض المعدية الممكن تدخل العراق وبالتالي هذا يساعد كثير في مسألة حصر هاي الحالات معرفة جغرافية الوبائية أو وبائية المرض وجغرافيتها وأيضا مسألة التلقيح ومن هي الفئات التي يجب أن تلقح وما هي المناطق التي يجب أن نبدأ بها بالتلقيح نعم طيب دكتور هناك لنعود إلى التخوفات التي يتخوف منها المواطنون البعض يتخوف من طريقة تخزين اللقاح هل طريقة تخزين اللقاح تؤثر على أدائه؟ هو أكيد طريقة تخزين اللقاح تؤثر على ذلك لكن خليني أقول مسألتين مهمة أولا كل كادر يعطي اللقاح الآن في المؤسسات الصحية كادر مدرب بدرجة عالية جدا بحيث موزع المهام بشكل واضح لح تشوفين موظف يسجل معلومات مالتش موظف يقوم بتهيئة اللقاح ويعني تخفيفها والطبيب يسأل أسئلة على الاستمارة ومن ثم شخص يأتي ليعطي اللقاح وإذا أمرأة تأتي أمرأة تعطي اللقاح بمعنى أن هناك على الأقل منظومة حقيقية في إعطاء اللقاح وأيضا أنا لا أشك إطلاقا أن هناك منظومة حقيقية في خزين اللقاح وأعتقد من يأخذ اللقاح هناك جرعة ثانية محفوظة له يأخذها في التاريخ الذي يرسل له في المضاعف عودة المدارس إلى استئناف الدوام سواء كان بالتناوب أو دوام كامل حضوري أو وجاهي هل هذا يشكل خطر على المنحنة الوبائي في العراق بصراحة وإذا كان الجواب نعم لما الاستعجال علامة فالسنة والعام الدراسي قد انتهت هو في الحقيقة مسألة المدارس واختباض الطلاب المدارس والمعاهد والكوليات حقيقة مسألة ليست سهلة نحن كنا نعرف أن هذا الموضوع خطر جدا والشباب بالعموم يعني حوالي 80% من الحالات لا تظهر أعراضا لكن قابلية العدوى تكون بها كبيرة وبالتالي هم سيكونون عدوات العدوى للأسر هذه فكرة أن يكون هناك تعليم ألكتروني وأن يكون هناك حضر للمدارس وعدم الذهاب إلى المدارس وفي الدول المتقدمة ما فعلوه أنه أي في حالة أوكي يوقفون الحضر ثم يأتون الطلاب إلى المدارس يتم فحص الطلاب وبالتالي معرفة إذا كانوا مصابين أم لا وهذه نقطة حقيقة جدا مهمة ما أعتقد العراق عندها هذه القابلية على عمل هذا الشيء وبالتالي ربما الحضر وعدم أن يكون هناك تعليم ألكتروني وتعليم مدمج هو أفضل الوسائل على الأقل حاليا أرجع وأقول عدد الملقحين قليل 40 ألف من 40 مليون يعني لا شيء النسبة قليلة جدا وبالتالي لا نستطيع أن نعتمد على فتح الحضر أو فتح التعليم بشكل مفتوح والإبطاء على التعليم الألكتروني باعتقاده هو أفضل الوسائل طيب دكتور الأطفال هل لا يزالون وسيط ناقل للفيروس؟ طبعا طبعا الأطفال وسيط ناقل للفيروس ربما يصابون لكن الإصابة تكون خفيفة جدا لكن ينقلون العدوى إلى الأب والأم وإلى الأسرة بأجمعها وعندنا حالات كثيرة في هذا الموضوع بالمناسبة ما تجدون من أرقام مثلا اليوم 2000 البارحة 2000 قبلها 2000 خلينا ننسى أن هاي أيام عيد والناس عادة لا تذهب إلى المؤسسات الصحية يعني لأي شيء مو فقط الكرونة لأي مرض معين إلى أن ينتهي العيد خلينا نشوف وراء العيد ماذا يحدث هذه وحده النقطة الثانية هذه حالات مسجلة بمعنى أن المواطن يذهب إلى المؤسس الصحي وليس المؤسس الصحية تأتي إليه وبالتالي نحن نتكلم عن أعداد مسجلة لكن الأعداد المخفية قد تكون ضعف وضعفين وبالتالي نحن نعرف كل الزيان أن العراقين تمرسوا الآن في كيفية علاج كرونة في البيت وبالتالي هذا يعطي انطباع أن هذه الأعداد ربما تكون هناك ضعفين أو ثلاثة لتكون أعداد حقيقية للإصابة بفيروس كرونة نعم شكرا لك الدكتور أحمد رجلي عبد الله أستاذ المناعة بكلية الطب في جامعة العراقية وشكرا على تلبية هذه الدعوة